موسيقى السلام عليكم مرحبا زقائي يا رب تكون بخير وعافية انتو كل اهلكم موضوع اليوم موضوع هو مو جديد موضوع قديم دائما ينطلح بالمجموعات العطرية ومواقع التواصل الاجتماعي دائما نشوفها وحتى على صفحات طبعا بعض صفحات تبيع العطور على الفيسبوك وقال فيسبوك الموضوع هو بما يسمى أطور الفرمونات اكيد الكل سمع بهذا طبعا القذوبة بصراحة بالنسبة لي خلق اقول بهالمصرح هذا دائما نشوف صفحات تحاول تسوق العطور أصلا هي عطور أصلا ما معروفة من شركات أصلا هي شركات تجارية وحتى يعني غير معروفة المنشأ والمصنع ترويج لها بهالطريقة هذي بصراحة ترويج هذي بنسبة لي ترويج رخيص جدا أسلوب هابط يعني جدا ممكن حتى نسمع يعني كريمات حتى بصراحة واحد يستحي يقولها العطر العطر المغري العطر الفلاني وتعابير غريبة عجيبة طبعا حبيت أنوه لكل أصيقاء بلخص الشباب المبتدئين وعالم العطور لأنها طبعا بحقيقة هي قذوبة يعني أو دعاية تجارية حتى شركات تقدر ترويج وتبيع وتمشي بعض العطور الأصلا هي مو معروفة ومشركات أصلا معروفة وحتى الله أعلم المواد الداخلة بتركيبتها تكون شنو مثل تعرفون العطور هي مواد كيميائوية الضروري لازم يتأكد من شركة تكون شركة معروفة معروفة المصنع موادها تكون خاضعة على الرقابة خاضعة للفحص الجودة لأن المواد نستعملها على جسمنا نستعملها ممكن تسوي حساسية حتى بالتحسس للصدر حظائب ظلت بس معلومة واحدة أحب أضيفها بآخر الفيديو هي تخص الفرمونات الموجودة بشكلها الطبيعي عند البشر أو عند الحيوانات طبعا هذه موجودة حقيقة عند الحيوانات أكثر من البشر البشر حسب سماعة وقرأت من أطباء وتابعت يقولون على أساس تفرز المواد من غدد الغدد كانت تكون من داخل تحت الأبط تفرز المواد الفرمونات العفو تفرز هوية التعرق لكن مدى تأثيرها على البشر على الطرف الآخر هذه ما عندي يعلم بيها بصراحة ما قرأجزم بيها لكن بالنسبة للحيوانات هذا الشي طبعا موجود وحقيقي وصحيح تعتمد عليها الحيوانات فتاة التزاوج والتكاثر تجذب الطرفين واحد على الثاني وتقرب بناتهم وهذه طبعا الفرمونات هذا الدور وهذا تأثيرها مثل مواضحات هي تفرز غدد طبعا خارج الجسم عكس الهرمونات الهرمونات تفرز غدد تكون داخل الجسم لها أعمال وظائف وتتنظم الجسم هذا كل اللي حبيت أقول له وحبيت أوصل لكم ويعرب إن شاء الله قدار أكون يعني موفق بتقديم هذا الموضوع البسيط لكم بطريقة إن شاء الله تكون مقبولة السلام عليكم وحبتي لكم أخوكم خالد أبو ليث مع السلامة اشتركوا في القناة